اشتركوا في القناة تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الاوروبية وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء ورفض البرلمان العربي اسلوب التعامل البرلمان الاوروبي مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة من خلال اعتماده على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع الى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية ودعى رئيس البرلمان العربية المنظمات الاقليمية والبرلمان الاوروبي للالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الاوروبية حفاظا على المصالح المشتركة ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الانسان في العالم العربي من خلال مزيد من الاجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مضللة من جهات مغرطة في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية خاصة البحرين بضوء استهداف سيادتها وأمنها والاستقرارها من جماعات ارهابية مدعومة من دول وجماعات اقليمية بهدف اثارة الفوضى وزعزعة الامن وضرب السلم الاجتماعي والاستقرار في مملكة البحرين والمنطقة العربية